غابات كبيرة بدك ساعات لتقطعها بنفس اليوم فيك تشوف الفصول الأربعة فيها شتة براس الجبل خرج دزلوج وعطل شتوية ربيع وشمس حلوة بالشرق وبساتين من كل صنف و لون بالجنوب بمنطقة الأغوار صيف وحرارة عالية كأنك بمنطقة استوائية وأشكال ألوان من المحاصيل من الطيور ميت نوع ونوع من الحيوانات ذئاب ثعالب دبابة ضباع غزلان سلاحف مائية خنزير برية أنهار موجود بحيرات موجود جبال مثل مناظر تبع خلفيات الويندوز بتلاقي سهولة عبتلمع تحت أشعة الشمس بتلاقي لك البشر متنوعين حضر وبدو عرب شركس داغستان تركمان مسيحيين بكافة طواقفهم سنة وشيعة وعلويين ودروز الجولان قطعة صغيرة بجنوب سوريا ما بتتجاوز مساحتها 1750 كم مربع الجنة اللي ضاعت منا وتشردوا أهلا طيب شو قصة الجولان وليش احتلوا وكيف الحياة اليوم بالجولان وخليكن معي لآخر الحلقة في إعلان كتير مهم رجعوا لي بعد خمس ثواني أهلين وسهلين ومئة مرحبتين بأحبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات ما هو الجولان وأين يقع؟ هو هضبة ما بتبعد عن العاصمة دمشق إلا كم كيلو متر إلى الجنوب الغربي كتير قريبة يعني عالطريق بين دمشق وفلسطين باتجاه مصر ما رح أرجع لكم بالتاريخ كتير بأواخر الـ 1800 ازدهرت منطقة الجولان بازدهار جيد صاروا يجوا الناس عليها من بعض مناطق السلطنة العثمانية لحتى يعيشوا ويشتغلوا صارت المنطقة قضاء مستقل اسمه قضاء القنيطرة بس تغير مصير الجولان وبديت معاناته من بعد نهاية الحرب العالمية الأولى انهزمت الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى واجتمعوا الحلفاء بمؤتمر سان ريمون بنيسان-أبريل سنة 1920 احتسوا الشاي مدر يرتشفوا القهوة وقعدوا على خريطة يقسموا بالحدود بين سوريا ولبنان وفلسطين الانجليز ما اجوا يدون فاضية كانت الحركة الصهيونية باعت معهم ليستي الطلبات مش عان يجيبوها ويرجعوا قالت الحركة الصهيونية للانجليز قد ما فيكن تدفشوا لحدود تبع فلسطين لفوق تفشوها لفوق تجاه الشمال البريطانيين ما كذبوا خبر وقعدوا يتفاوضوا مع الفرنسيين قالوا لهم بلنا كل ضفاف بحيرة طبرية مع نهر الأردن ليكون ضمن الدولة اليهودية اللي وعدنا فيها الجماعة وهي حمادي أغلب روافد هذا النهر تنبع من هضبة الجولان والفرنسيين يقولون ايه لا هاي ايه هاي لا عم يتفاصلوا واهل الجولان مو دل يعنيين بشي ووصلوا بالتأسيمة لما كان اسمه تل قاضي ضمن الجولان هاد البريطانيين قالوا تل قاضي هذا بيلزمنا الفرنسيين قالوا لهم بخوا ليش يعني قال هاد يا سيدي اسمه تل دان موجود مذكور بالتوراة وضمن الدولة اليهودية لازم يكون هيك تم تأسيم دولنا حمادي وسعاد يحتسوا الشاي يطلعوا على ليستة الطلبات الحركة الصهيونية وهيوا يمذكوروا عيما وقسموا البلاد تبعنا وبالجولان القرية الوحدة تقسمت لقريتين والعيلة الوحدة صارت عيلتين كل الوحدة ببلاد ولم طلع قرار الامم المتحدة تبع تقسين فلسطين سنة 47 ما استنوا اهل الجولان لحتى يتشكل جيش الانقاذ حملوا اسلاح وراحوا يحرروا وجاء ايار مايو سنة 1948 واعلن عن قيام دولة اسرائيل وبلشت الحرب بينه وبين دول العربية القوات الصهيونية كانت اكتر بالعدد من الجيوش العربية مجتمعها وافضل تسليحا ومتطورا اكتر بعد مرور كم شهر من الحرب اوضاع الجيوش العربية على الجبهات الثانية غير جبهة سوريا ما كانت تمام فطرت حكوماتها تتفاوض مع اسرائيل على وقف اطلاق نار ووقعت هدن معهم اما الوضع على الجبهة السورية فكان مختلف السوريين ما خسروا شيء من اراضيهم خلال الحرب بالعكس سيطروا على ثلاث جيوب من الاراضي اللي كانت تابعة لفلسطين الانتدابية مساحتهم بالمجمل حوالي 250 كم مربع السوريين قالوا بوقتان احنا مو مضطرين التفاوض مع الصهيونية ونوقع معهم اتفاقية هدنة يعني لاخر ادار مارس سن 1949 كانت كل الدول العربية وقعت على اتفاق الهدن مع اسرائيل الا سوريا وهالشي كان زاعج الصهيونية وزعيمهم بنغوريون كثير كان بده يوقع الهدنة ويتفضل بناء الدولة خلاص بده يعني ما بده يشغل باله بحروب في تلك الاثناء في سوريا كان في ضابط مغامر معينينه جديد بهذاك الوقت قائد للجيش حسني الزعيم كان له فترة عم يتواصل مع السي اي اي ويخطط لانه يعمل انقلاب انقلاب يستولي فيه على السلطة بسوريا وصار هذا الانقلاب بثلاثين ادار مارس سنة 1949 حكينالكن عنا بحلقة الانقلابات المدعومة من السي اي 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 حلقة قديمة شوفوا من هو وكان من اول قرارات اللي اتخذها حسني الزعيم هو بدء المفاوضات مع اسرائيل تحت رعاية الامم المتحدة والمفاوضات بديت بعد كم يوم بس من الانقلاب المفاوضات ما كانت سهلة ابدا يا حمدي استمرت لشهور الاسرائيليين كانوا معندين بده ان السوريين ينسحبوا من الثلاث جيوب اللي كانوا مسيطرين عليهم عاللولون يا اخي ينسحبوا للحدود الدولية اللي اتفقوا عليها بزمناتهم الفرنسيين والانجليز لق ينسحبوا المفاوضات سلام ولا مفاوضات ترسيم حدود جديدة ليش لننسحب؟ وقف اطلاق النار هذا الوضع على ما هو عليه من التفق من وقف بالاخير اضطروا السوريين يوافقوا على انه تكونها الجيوب لثلاثة تحت رعاية الامم المتحدة منطقة من زوعة السلاح وبتشرف عليها بقى قوات ومراقبين يعني خلاص محدة بيفوت عليها اسرائيل تحترم الهدنة؟ استحيل ما في ادوب سنتين بأول الخمسينات بلشت الخروقات الاسرائيلية تشتغيل وكان اخترى سنت 53 لما حفرة اسرائيل قناة تحول فيها مجرى نهر الاردن باتجاهها بوقتها مجلس الامن طلع قرار بالاجماع بيقول لا اسرائيل فيه انه توقف هذا المشروع وعم يتهمه انه هي عم تخرق الهدنة اسرائيل بوقتها هدت اللعبة شوي وقفت المشروع خصوصا انه راح بمجوريون وخلفه مشيشاريت برئاسة الوزراء هذا يمكن كان اول واخر رئيس وزراء اسرائيلي بيقول خلونا نكتفي بالاراضي 48 يعني ما نحتل شي زيادة ما نتوغل بالاراضي الفلسطينية الثانية بغزة بالضفة بالجولان بسيناء خلونا قاعدين على حالنا وخلونا نطور اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية لاتفاقات سلام دائم المهم ما طول شاريت اكتر من سنتين بالمنصب ورجع بنجوريون لرئاسة الوزراء ورجعت السياسات الاسرائيلية التوسعية وكان من اول انجازات حكومة بنجوريون هو الاعتداء على الجولان بسوريا وقتل حوالي 54 شخص مدنيين وعسكريين وقت اجتمع مجلس الامن وادان بكل اعضاؤه بما فيهم المندوب الامريكي الهجوم الاسرائيلي متخيلين سعاد اميركا بزمناتها ادانة اسرائيل على هجومه وسن 1956 هجرت سلطات الاحتلال 3000 فلسطيني من سبع قرى موجودة بالمنطقة من زوعة السلاح على اساس كل ذنب هدول الفلسطينيين انهم كانوا عايشين بقرى على ضفاف طبارية او ضفاف نهر الاردن ولوين راحوا هدول الفلسطينيين بعد ما نزحوهم الى باقي مناطق الجولان بوقتها كان رئيس اركان لجنة الهدن ضابط نرويجي اسمه اودبول بقولها القصة هاي لو صايرة مع فلاحين نرويجيين يشوفوا انه فيه محتلين اجوا واخدولهم اراضيهم وابدوا يتفرجوا عليهم عاب يتنعموا فيها ويسرقوا هي كانوا جنه اكيد ما كانوا راح يزكتوا كانوا راح يحتجوا وممكن يطلقوا النار على المحتلين بالحقيقة اسرائيل كانت عم تستغل الاوضاع المكركبة اللي كانت عايشتة سوريا بالخمسينات والستينات انقلابات اضرابات كل هذا كانت عم تستغله اسرائيل لتحقق مقاربة بالجولان ولما وصلنا لسنة 1964 كانت اسرائيل محتلة كل المناطق من زوعة السلاح وحتى اخذ المناطق على شواطئ بوحيرة طبرية وخلصت مشروعة بتحويل مجرى مياه نهر الاردن يعني المفروض اسرائيل اخذت كل اللي كان بالديار توقف اعتداءات ابدا بعد ما ضمت القرى الفلسطينية بالمنطقة من زوعة السلاح بلشت اسرائيل شوي شوي تتعدى على القرى السورية بالجولان بيقول مشي دايان بمقابلة عمل معه صحفي اسرائيلي باخر ايامه قبل ما يموت بشوي مشي دايان عم يوصف فيه الاحداث اللي صارت بالستينات كنا نبعد جرار محراث ليحرث ضمن الاراضي العربية جواد سوريا بنعرف السوريين رح يطلقوا علي النار واذا ما اطلقوا النار منقول للسائق اتوغل شوي كمان كمل لجوه هيك لحتى يعصبوا السوريين ويتلقوا علي النار منقوم نرد عليهم بالمدافع وسلاح الجوم اه 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 بتعرف ليش تضحك حمادي؟ لانه بهديك الايام بالستينات كانت اسرائيل صار على العالم منضوج العالم كلياته وانه شوف في سوريا كيف عم تخرق الهدنة شوف في سوريا كيف عم تستفزنا وتضربنا لدرجة انه الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي صرح بأيار مايو سنة السبعة وستين انه غزو دمشق واحتي لا لا هو احد الخيارات للرد على استفزازات الجيش السوري سوريا ما بتتركنا بحالنا نازلة فينا ضرب بعد سنوات طويلة بيّن انه كل هاد اللي عم يقولوه كان كذب حجج لحتى يحتلوا الجولان مثل ما قال ديان نفسه وهذا فعلا اللي صار بعد اقل من شهر ببداية حزيران يونيو بحرب السبعة وستين لما فاتت اسرائيل واحتلت الجولان هاي قصة تانية لحالة منحكيها ان شاء الله بحلقة منفصلة في المستقبل الاسرائيليين كانوا خايفين من عواقب احتلال الجولان ومنهم الموشي ديان نفسه بس طلعوا هيك لو انه الدول العربية اضعف انه ترد او تعمل ايشي والجولان مكسب كبير لا يقدر بثمن سيدي نتحمل شوية ادانات شوية حكي شوية انتقادات دولية بيكفي انه في بالجولان قمة جبل الشيخ او جبل حرامون يلي بترتفع عن سطح البحر 2224 متر تكشف مساحات واسعة بجنوب سوريا وجنوب لبنان وشمال فلسطين اللي بيسيطر عليها شوف كل شي بيكون له افضلية عسكرية واستراتيجية كبيرة هذا غير عن اهمية الجولان الاقتصادية اراضي خصبة للزراعة مصادر مياه وفيرة ومن ثاني يوم ما احتلت اسرائيل الجولان بلشتتعمل فيه عملية تطهير عرقي نفسي اللي صار بفلسطين تقريباً الجولان قبل الاحتلال كان عايش فيه حوالي 130 الف عربي بحوالي 140 قرية هجرت اسرائيل 95% منهم تقريباً وما خلت منهم الى 5% ساكنين اليوم بخمس قرى موجودين لهلأ بالجولان منعت اهل الجولان المهجرين من انهم يرجعوا لقرائهم وخربتها وهدمتها بشكل ممنهج وبديت من اول يوم تبني مستوطرات على ارض الجولان لكن حرب 73 شو صار فيها يا جهبر حمادل هلأ ماشت حلقة 73 عملي حلقة عن 73 روح شوفها بسرعة ورجع المهم بعد ما خلصت حرب تشرين حرب اكتوبر وقعت اسرائيل وسوريا على قرار وقف اطلاق النار بايار مايو سنة 1974 وفعلاً التزمت سوريا بتاعها هوداتا بالحفاظ على الهدوء على طول خط جباب الجولان على طول خط ارضيها المحتلة لدرجة انه مناحين بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلي اشهاد بهذه الهدوء بكلمة له امام الكنيسة الاسرائيلي سنة 1982 قال الشهادة لله انه حافظ الاسد حافظ على الاتفاق اللي يوقعهم ولا سمح لا لسوريين ولا لفلسطينيين بانهم يعنوا شي ضدنا باراضي الجولان مع انه نظرياً سيطرة اسرائيل على الجولان بعرض دمشق نفسها عاصمة سوريا للخطر القوات الاسرائيلية اليوم تبعد عن العاصمة دمشق اقل من 50 كم والاراضي قدامها سهول منبسطة ما في اي عائق طبيعي بيوقف بيوشها بل انه اكتر من هيك مرصد جبل الشيخ اللي بيقمة الجبل بيشوف العاصمة دمشق وبيكشوف كل شي فيها وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 1981 طلع قرار اسرائيلي بيعتبر انه الجولان ارض اسرائيلية ما في كم يوم ولا مجلس الامن بيطلع القرار 497 اللي بيقول فيه نو هاد الكلام باطل وبياجمع اعضاؤه وبما فيهن اميركا عدا عن الانتقادات الدولية اهل القرى بالجولان نفسه ما سكته انتفضوا ضد القرار واعلنوا الاضراب طبعا اسرائيل لها منتقادات خارجية ولا احتجاجات داخلية كان الرد تبعه هو زيادة التضييق على اهل الجولان وفرضت حذر تجول على قرائهن وصلت تعتقل من ابناؤن اعتقال اداري يعني اعتقال بدون محاكمة ولا مده غير محدوده طبعا هذا غير مصادرة الاراضي الزراعية تبعهن ومنعه من التواصل مع اهليهم بسوريا للتسعينات كانوا اهالي هاي القرى اذا بدون يشوفوا اهليهم على الطرف التاني بسوريا كان يروحوا على مكان اسمه تلة الاصراخ قريبة من قرية مجد الشمس بينادوا على اهلهم اللي بيجانب السوريا على الطرف التاني اللي بيبعدوا عنهم تقريبا 200 متر عن طريق مكبرات الصوم لحدودهم مسكرة وخطوط هاتف ما في بين سوريا واسرائيل ما في اي طريقة يتواصلوا غير انهم يوقفوا على هالتلة ويلولحوا الارايبينهم ولليوم بعد ما صار التواصل اسهل بكتير بوجود الانترنت والتطبيقات مثل واتساب وغيرها لهلأ اهالي الجولان بيطلعوا على هالتلة وبيصرخوا الارايبينهم كتحدي لسلطة الاحتلال سنة 2011 وصل عدد المهجرين من منطقة الجولان المحتلة الى باقي مناطق سوريا حوالي 600 الف اغلبهم كان عايش بدمشق وريفة ومحافظة درعة ضمن مخيمات منفصلة وهالمخيمات هاي كانت تجمعات تعاني من الفقر والتهميش وبعد اندلاع الثورة بسوريا عانت مناطقهم من القتل والمجازر والقصف متل ما شفنا بمناطق الحجر الاسود التضامن وجديدة الفضل ارتكبت فيها قوات النظام سنة 2013 مجزرة مروعة وثقت جمعيات الحقوقية من بين ضحاياها 174 مدني من بينهم كتير نساء واطفال هدول اللي توثقوا بالاسم اغلبهم من اهالي الجولان المهجرين وهذا الشيء ادى بالنهاية لتغريبة جولانية جديدة هذا حال اللي هجرتهم اسرائيل لداخل السوري بعد ما احتلت الجولان اما اللي بقيوا بالجولان في يوم عن يوم عم تتلاشى امالهم بانهم يجتمعوا مع اهاليهم اللي بسوريا وعم يعانوا كمان من زيادة سياسات الاستيطان بالجولان اليوم عدد المستوطنات بالجولان 34 مستوطنة وما في غير اسرائيل عم تعمل مشاريع جديدة سياحة شتوية وتزلوج وتلفريق امور كتير بخير بمنطقة الشمال في سياحة علاجية بمنطقة نبيع الحم الحارة بالجنوب بجنوب الجولان هذا بقى غير تعبئة وتصدير المياه المعدنية الفواكه الاستيوائية وعسل واسماك وغير هاد من الخيرات اللي عم تصدرها اسرائيل لبرة وتتنعم بخيراتها بالنهاية بنشوف انه استخفاف اسرائيل بالإدانات الدولية والقرارات والشجب والإدانات هو شي مكرر عم نشوفه اليوم بغزة هي صفة ملازمة لدولة الاحتلال من يوم اللي تأسست فيه بس الفرق الملحوظ هو بالمواقف الدولية اللي كانت قبل ببعض الحالات وتسمي الأمور بمسمياتها في ورقة أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية بنوفمبر سنة 1953 بتقولها الورقة الكتير مهمة انه تصرفات اسرائيل غير المتوقعة واللي مو ممكن يتم السيطرة عليها هي المصدر الرئيسي الحالي للخطر بالشرق الأوسط اليوم حتى هيك إدانة بالحكيها مو بالفعل صعب نسمع وخاصة بعد اعتراف ترامب سنة 2019 انه خلص ضم اسرائيل للجولان هذا شي قانوني كلها تزاد الهم على قلب أهالي الجولان اللي كانوا روحوا يتفرجوا على قراغهم ويتمنوا يتأملوا بركي يوما ما بيرجعوا عليها كانوا مالين من كتر ما تمت المتاجرة بقضيتهم واسمهم بالإعلام وبالواقع بحياتهم اليومية مو شايفين غير الفقر والأهمال والتهميش أما حاليا فصار وضعهم أصعب واكتار منهم نتهجروا خارج سوريا وصار أقصى أحلامهم يرجعوا للمخيم اللي نزحوا عليه من الجولان هل بيريكم صارت رجعة أهل الجولان لأراضيهم مستحيلة وللسه في أمل وزرح يرجعوا كيف؟ قبل ما قالكم جابوني على الأسئلة بالتعليقات إذا وصلتوا لهم بالفيديو أول شي بهنيكم حلقة طويلة صارنا تقريبا ثلاث سنين عم نتجهبز سويا والجابزة مو سهلة مثل ما بتعرفون لذلك حابين ناخد عطلة أربع حلقات أربع أسابيع ومنرجع لكم إن شاء الله بأول تنين من شهر عذار مارس بحلقة جديدة لنتجهبز أكثر من أي وقت مضى هلا بلكون جابوني على سؤالي بالتعليقات وإذا حبيتوا الحلقة عطونا لايك أعجاب واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وشوفوا الحلقات السابقة وشوفوا المصادر وانتظروا الحلقات القادمة بعد شهر إلى اللقاء